اشتركوا في القناة عيبة سري ورفيقي إلى لذيذ الزمان من رآني أزف لحنا قديما زرقة الصبح من أغاني المغاني قد رأى الشعر في العروج وأدى عمرة البوح في انسلاخ الزمان ورأى الخلدة في مراي التجلي وانزياح الزمان موت المكان أترع الكاس فالصفاء شهود وشهود الصفاء واتر المذان كتب الله أن نحب ونرقى سلم البوح في الحبيب الحسان سدرة الحق راتق الفتق كل ذوب شوق لنوره الشعشعان من رآه فقد رآه وأولى ثم أولى لمن تناء تداني حب طاها معتقي وخموري وحبوري وقهوتي ودناني فاعذلوني أو اعذروني فإني قد عراني من حبه ما براني وعراني شوقي لتوقي إليه وعراني شوقي لتوقي إليه إن ذوقي لتوقي شوقي براني وسقاني من الحمية شرابا أذكر السكر من خواب التداني فالتناء فالتناء حال التداني تجلن بالأمان على مراد المداني عللاني عللاني بذكر خير البراية زملاني بمدحه دثراني وانذراني وانذراني فقد أمنت الرزايا واغمراني بطيبة عطراني وتركاني بين المنام وبيت طيب العرف من رياض الجنان عن رجابي أصاحبي عليها فالثنيات بالفؤاد حواني حب طاها محجتي وثرائي وبرائي وبرائي من الخطوب العواني وسلافي ومأمني وحدائي وشفاء وعدتي وكناني صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول التاريخ إن الصوم كان منذ العزل قرب للإنسان إلى ربه وكل الأديان السماوية جاءت بصيام من نوع ما وحتى وحتى في الديانات الأرضية التي تصبو إلى صقل النفس بالتأمل ترجو إلى الصوم لصقل ذات البشرية الروح البشرية من الذات والصراع أزلي بين الشبح والروح كما يقول المتصوفة ما بين الشبحاني والروحاني وهذا الشهر الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبجينات من الهدى والفرقان حفر فينا جملة من القيم لا حدود لها ونظل دائما مقصرين في استيعابها وتمثلها ولكن أنا نحاول والمحاولة فضيلة رمضان بالنسبة لي هو المحاولات الأولى لربط جائشي عن المأكل والمشرب وأنا صبي وليس مننا من لم يحاول أن يتشبه بكبار البيت والناس ليحاول أن يصوم فمنا من يصل إلى الظهر إلى القيلولة إلى موعد الغداء إن كان رغم أنني عشت في مرحلة إن كان الغداء فيها قليلا بل نادرا ربما وذلك حال بلادنا وليست مجاعة إنما عادات وفاقها أيضا لأننا نحن في الصحراء نعتد بأننا فقراء ولكنه الفقر القرين الشام فليس مننا من لا يتذكر ليس مننا من لا يتذكر تلك الإرهاصات الأولى ولا سئلة الأولى عن هذا صوم هذا العطش هذا الجوع لماذا هو محاول الحضور الرجولي في هذا الصيام سأضرب صفحا عنها لأصل إلى فترة المراهقة في السنغال التي رأيت فيها في السبعينيات عادات فارقة مع ما كنت عرفته في البادية وسأعرف فيما بعد أن هذه العادات التي هي في السنغال هي نفس العادات التي هي في مصر وفي الشام عادة المسحرات الشجية الصوت الذي يوقض الناس ليتسحروا وأتذكر في ذكار لأول مرة في رمضان أسمع سنة 1974 ذلك الرجل الذي يلف نفسه بعباء وعنده طبلة يضرب عليها بإيقاع إفريقي عريق ويقول استيقظوا بالولفية جوغلين واي وسأعرف فيما بعد بنفس طريقة وفي شبه الحوار نفسه في القاهرة المسحرات وهو يدعو ويوقظ الشيران ولأنه يعرفهم معرفة دقيقة ربما نادى الحاق فلان والحاق فلانة والحاق أم فلان على السحور سحروا يا عباد الله وكذلك في الشام عفاها الله ورد إليها مسرتها ولياليها العبقة بالشعر والذكر والموائد السخية والسوسن والورد والحبق الجمالي تمر السنون أو السنون وإذا بك في القصر الملكي بالرباط لتحضر الدروس الحسنية ومن أسعد الذكريات كلها لذكريات سعيدة ولكن أن تسمع في ردهات ذلك القصر المنيف قبل بداية الدرس نذير بن الشيخ إبراهيم النص الكولخي يرتل على عشرات الفقهاء والمسؤولين السامين القرآن الكريم بصوت أين منه صوت عبد الباصل عبد الصمب ثم لا أنسى مفتي سينك يانج بالصين وهو يلقي قصيدة عصماء في وحدة المسلمين وضرورة تعازرهم واعتصامهم بحبل الله هذه هذه شذرات من ذكريات لا تمحي عن رمضان في مشرق البلاد العربية والإسلامية ومغربها كذلك من الذكريات الحالقة وقد تكون أجدر من البداية ذكريات العشر الأواخر في مدينتي صلى الله عليه وسلم وقرب البيت العتيق لم أشهد ولم أحس بما هو علذ من بكور الطير على خطى العلامة المرحوم محمد ساري الملعدود مشيا على الأقدام من فندق أجياد إلى الحرام المكدي الشريف ذمة لذلك المقام إلى ذاك تقف ساعة الكون لأنك بما هو أقدس من الوادي المقدس طوى أنت بالبيت العتيق الزمان توقف والمكان توقف وأصبحت حيث سرة الدنيا ومسرة ومسرة الآخرة سرة الدنيا ومسرة الآخرة في هذه البلاد قد لا نكون أهل مائدة باذخة ولكن أهل قد نكون ونحن كذلك أهل بساطة أخاذة أدركت الفطور بسيطا لكنه لذيذ عندما تبدو النساء قبل ما غيب الشمس في مخضي الشكوى وبالمناسبة إخواننا في الخليج وفي الجزيرة سموناها الشكوى تذكر شكوى حمراء في بادية العراق توقفت لأراها رغم أن الموكب لا يريد أن يتوقف بين الكوفة وسامرة على الطريق السياء فتبدأ النسوة الموريتانيات بمخض الشكوى عندما يحضر النشاء والشكوى عادة عندما تمخض في آخر النهار شنينها يكون مليء ب كريات دقيقة جدا من الزبد وتسمى زريق مذنبنا ولأن السكر كان قليلا أياما طفولتي فرمضان الزريق فيه يكون محل وهذه نعمة لا توصف ثم تمرت على مستوى المكان الذي أولدت فيه كان الموسيرون يفطلون على تمر دلال وما دون اليسار بمعنى اليسر وليسر بالمعنى السياسي وما دون اليسار يفطلون بتمر تقانت وهذا ليس عيباً في تقانت وليس مدحاً لأطار إنما هذا هو الحقيقة فكانت فرصة لنحوز على تمرتين أو اثنتين من تمر دلال أما أن توفلق الشنة المليئة بالمفصص وهو التمر منزوع النواء فهذه فرصة لا تعوض يبدأون بتمرات ثلاث أو سبعة هنا أيضاً يتدخل اليسار و ما دون اليسار في عدد التمرات المهم أن يفطر الصائم على التمر بعد التمر مذاق الزريق الذي لا يوصف زريق الشنين والشنين بالمناسبة فصيحة ثم يتاب النشاء ويقال أن أحد المتصوفة عندنا أصيب ب مغص ونصحه الطبيب بالنشاء أن ينفق من النشاء ما أمكان مدة أسبوع فكذر عليه ما لا يريد وحس بمخمصة كبرى فأصبح يؤذن وبعد الأذان قال هذا فراق بيني وبينك يا نشاء فالنشاء الروح وتخلص من الشبع والري لأن رمضان شهر رياضة بالمعنى الصوفي رمضان ذاكرة وذكرة رمضان هوية وإنية دام علينا وعليكم رمضان أعاده الله علينا وعليكم بالمسارات أعاده الله علينا وعليكم بوحدة الأمة العربية ووحدة العالم الإسلامي وعودة فلسطين علينا أن نحلم فأحلام الكبار منشتات غدين غرناطتي أعرفت هذا الأسمر غرناطتي أعرفت هذا الأسمر الساعدية الحزراجية الأحمر لو نادمي في كل ربض منهما نهر ينز من الكرامة أنهرا أنا طائر الفينيق أجمع أضلعي يا واد آشا وسهل واد الآخر لم تنسني الصحراء غدارة عيشه في العدوتين ولا العذاب المنكرا لم ينسني ذأر الصلي بصلابتي لم يلغي حبك بل عشقتك أكثر قاسيت بعدك والقرون زمانها في عمر من عشق المواطن أشهرا كل القرون مضت وعيني غربها من غير حبك ما استهل وما جرى ماذا أقص عليك من مأساتنا أو تسألين وأنت من خبر السرى ماذا أقول وفي حشاك حشاشتي وثمالة من سكرة لن تسكر إن الحسان بساحة الأسد التي زارت دمشقي الصريح وحبر غنينا لي شورا قديما مترعا بالحب يحكي قصة لن تنشر يا جنة ومجنة ومجنة وخطيئة لن تنتساء تغفرا أنا ما أتيت لتستهل مواجعي متحسرا أرضي زمانا أدبرا هذا الثراء رمم الجدود وكتبهم إني أتيت مواسيا هذا الثراء بقي أن أقول إنه في ليلة من رمضان في مساء من ترقب رمضان ليس في رمضان والعبد الضعيف بعد غر في دكار استجابة لمن لا يرد له طلب كان يربس يربس دراعة من قصب ويختال يظنه غير ما هو عليه حصل موقف وكانت الدكارية التي يحبها الناس لا أعرف لماذا ولكن هي من شعر المراهقة والاعتداد بالذات والتضخم الذاتي يمر به كل مراهقة لله كم فيك من عذراء يا دكر فتانت اللحظ لا تبقي ولا تذر يا شاعر الحسن هذا الحسن أجمعه من طودي لبنان فيه القد والحور إلى أن يقول قالت وقد عرفت أني أخالسها فحصا ألا أيها الإنسان ما الخبر فقلت عاشق حسن بل ها عابده لولاك ما شردت عين ولا نظر قالت ألي الضاد منسوب فقلت بلى عراقة الضاد في أهلية مفتخر قالت أهلك في الخرطوم دارهم أو أم درمان أو أم درمان حيث النيل ينتظر فقلت مهلا وهذه مهلا لها قصة الدكتور الدكتور مغربي أحد كبار شعراء السودان تلوت عليه القصيدة في طرابلس عاد الله إليها عافيتها والبيت يقول قالت للضاد منسوب فقلت بلى عراقة الضاد في أهلية مفتخر قالت أهلك في الخرطوم دارهم وأم درمان حيث النيل ينتظر فقلت كلا قال للا قل مهلا فقلت مهلا أنا شنقيط دسكرتي أرض المضارب والصحراء والسمر قومي ربيعة إن عدت فأولها وإن تساموا إلى أخرى فهم مضر شكرا اشتركوا في القناة